اشراف الداخلي الصناعة الفندقية الحلقة اللي فاتت وازاي بتتميز الصناعة الفندقية في اصارة الرغبة للعملاء ان هما يجوا طبعا في اي مكان في صناعة فندقية حديثة التقنيات الحديثة اللي موجودة في الفنادق اعتق بعدا للبلد المضيف وهكذا خدنا الحصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت طبعا الصناعة الفندقية دي بتأثر جامد جدا في البلد نفسها في تطوير طبعا كل حاجة بتبين ان البلد شغالة بتبين ان البلد فيها جدية وفيها شغل بجد طبعا الصناعة الفندقية دي اي حد بيجي البلد لازم يدخل الفنادق يتعامل مع اي خدمة بتقدم له في الفندق او خارج الفندق ده بيدي انطباع لاهل البلد نفسهم خلاص دي مهمة قوي ليه لان طبعا السائحين اللي بيجوا البلد مهمة قوي 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 التعامل معاهم الصناعة الفندقية دي من اهم الاشياء اللي بتخلي السائح يرجع البلد تاني نهاردة هنعرف الصناعة الفندقية دي بتعتمد على ايه بتعتمد على العنصر البشري اللي هو العامل الانساني البناء ده من نفسه ماينفعشي اجيب روبوت واقول له ده انا عندي تكنولوجيا وعندي وعندي طب فين الانسان فين اللي هتعامل معاه يبقى العامل للبشري ده مهمة قوي قوي في الصناعة الفندقية طبعا الصناعة الفندقية يعني مهمتها الاولى والاخيرة ان هي بت ايه بتشغلي الفنادق وبتشغلي السياحة تعتمد الصناعة الفندقية على العامل الانساني بشكل مباشر او غير مباشر العامل المباشر زي ايه زي الفندق وكلات صفر المطاعم وسائل النقل طبعا الكلام ده كله بيتعامل معاه السائح بشكل ايه بشكل مباشر السائح بيدخل الفندق بياخد خدمات بيركب مواصلات بيدخل المطاعم وبياكل وكلات السفر طبعا السفر يعني بسبور بقى وطيارة ومطار وحكز يبقى عندنا حاجات مباشرة بيتعامل معاها الى السائح او العامل بشكل ايه بشكل مباشر وفيه حاجات غير مباشرة حاجات الغير مباشرة زي ايه زي الزراعة والصناعة الغذائية والحرفية يعني ايه الزراعة والصناعة الغذائية انا دلوقتي عندي السائح او عندي العميل السائح او العميل ده بيعمل لي ايه بيجي عندي بياكل الصناعة الغذائية بياكل من ايه بياكل من الزراعة اللي موجودة في البلد طبعا الزراعة وبعدين بتروح للصناعة وبتعمل لي معلبات او بتودي لي حاجات مباشرة زراعية مباشرة للفندق والفندق بيقدمها بطرق مختلفة يا اما عصاير بقى يا اما صناعات غذائية مختلفة وهكذا يبقى الزراعة بشكل غير مباشر لفين للسائح للتعامل مع السائح او التعامل مع العميل الصناعة الغذائية برضو بشكل ايه غير مباشر طبعا الصناعة الغذائية دي اللي هو الاكل اللي بيتقدم للعميل انا عندي مثلا اما العميل بيطلب عصير العصير ده جاي له كده عصير ولا ايه لأ ده جاي له من الزراعة وبعدين راح على المصنع وبعدين اتعامل ياما معلبات ياما راح الفندق بشكل فكهة وبعدين اتعامل عصاير في الفندق طبعا الصناعة الحرفية برضو من ضمن الايه من ضمن الحاجات الغير مباشرة ايه هي الصناعة الحرفية الصناعة الحرفية دي كل حاجة بتجذب العميل او بتجذب السائح يعني مثلا حد راح مثلا الاهرامات بيجيب ايه من الاهرامات بيجيب اهرامات صغيرة او اشكال فرعونية صغيرة او كده دي سمع صناعة حرفية يعني بعمل حاجات مصغرة للايه للمكان اللي انا فيه مثلا راح لقصر واسوان بيجيب من هناك ايه بيجيب من هناك اشكال فرعونية واشكال اللي موجودة فين في قلب الايه في قلب السياحة هناك عندي التأمين لازم اأمن السائح اأمن السائح ازاي في اي مكان هو فيه لازم يكون فيه تأمين مثلا موجود في الفندق مايبقاش فيه حاجات مهددة له وهو موجود في الفندق لازم اعمل نظام امني داخل الفندق وسائل المواصلات وهكذا البناء والتشييد ايه البناء والتشييد ده كل حاجة بتبنى في البلد خاصة بالسياحة يعني مثلا اماكن خاصة بالسياحة مثلا فنادق طرق اي حاجة اي حاجة بتشيد تخدم السياحة بتبقى ايه بيبقى خاصة بالبناء والتشييد التدريب والتعليم التدريب والتعليم ده خاص بالناس اللي شغالين داخل النظام السياحي يعني ايه يعني انا مثلا موجود في فندق وفيه ناس شغالين عندي في الفندق فاي قسم من الاقسام بدربه على الحاجات اللي هو بيشتغل بيها في الاشراف الداخلي بدربه على خامات الاشراف الداخلي والادوات بتاعته في المطعم بدربه على الخامات والادوات بتاعتي في المطعم وهكذا يبقى انا لازم ادرب العاملين اللي موجودين عندي في أي قسم من الأغسام اللي بتخدم السياحة طبعا التدريب والتعليم ده حاجة غير مباشرة أنا مثلا أما بروح مكان وابقى بستقبل سياح كده وستقبل الناس وبيبقى عندي لغة وبتكلم معاهم دول عارفين أنا عملت إيه أنا تعلمت فين أنا تدربت على إيه لا يبقى التدريب والتعليم ده حاجة غير مباشرة بس بتبان قدام السائح أو بتبان قدام العميل بشكل تعامل بشكل إيه تعامل بس إنت إيه بشكل غير مباشر أو ما شافوكش وإنت بتتدرب ما عارفوش إنت متعلم فين ما عارفوش إنت معاك شهدات إيه وهكذا القطعات العاملة بقى في الصناعة في الصناعة الفندقية إيه هي القطعات قطاع الأغذاء والمشروبات اللي إحنا لسه متكلمين عليه دلوقتي اللي هو إيه كل حاجة بتوقدم للإيه للسائح كأغذية ومشروبات بطريق مباشر أو بطريق إيه غير مباشر زي الإيه أي حاجة مشروبات غذائية بتقدم في المطاعم بتقدم في المطابخ بتقدم في غرف الإيه في غرف النزلاء بعد كده نعرف إيه هي قطاع الغرف قطاع الغرف ده اللي هو موجود فيه إيه المكاتب الأمامية والإشراف الداخل قطاع الغرف ده المكاتب الأمامية مسؤول عنه أي ضيف بييجي أهم حاجة قطاع الغرف ده المكاتب الأمامية اللي هو بيقول لي مثلا الغرف دي إيه اللي فاضي وإيه اللي مش فاضي وبسكن الإيه وبسكن العميل الإشراف الداخلي بقوم بخدمة العميل بشكل إيه بشكل مباشر وطبعا المخسلة بشكل إيه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر الهندسة والصيان الهندسة والصيان اللي هم إيه مسؤولين عن الغرفة نفسها وصيانة كل حاجة فيها والأدوات اللي موجودة فين في الغرفة نفسها بعد كده الحسابات الحسابات طبعا الحسابات دي كل خدمة بتقدم للعميل بيتحاسب عليها مثلا اكل في المطعم اكل في الغرفة اكل في اي مكان بيبقى مسؤول عنه ايه الحسابات وتسوية الحساب بتاع الايه العميل التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات اهم حاجة فيها جذب العميل او جذب السائح للايه للموجود عندي الحاجة اللي موجودة عندي للخدمة اللي موجودة عندي عن طريق ايه؟ عن طريق الاعلانات عن طريق الترويج وهكذا يبقى ده التسويق وبينتج عنه مبيعات بنجاح ايه؟ طرق التسويق بتاعتي ادارة الموارد البشرية اللي هو كل قسم من الاقسام اللي موجودة في الفندق واهمها مدير الفندق اللي هو مسؤول عن ايه؟ الموارد البشرية اللي موجودة فين؟ في الفندق لان المدير بتاع الفندق هو اللي مسؤول عن كل قسم وكل قسم فيه مين؟ العامل البشري اللي هي الموارد البشرية اللي موجودة عندي في الفندق بعد كده الامن الامن اللي موجودة عندي في الفندق ده مهم قوي الامن ده مهم جدا عشان جذب السائحين لان لو ما فيش امن داخل البلد وما فيش امن داخل الفندق يبقى العامل هيجيلي تاني؟ لا مش هيجيلي تاني تمام؟ يبقى اهم حاجة عندي الايه؟ الفندق والامن والامان بتاع الفندق والخدمات المقدمة فين؟ في الفندق طبعا الخدمات المقدمة في الفندق بتختلف على حسب درجات الفندق على حسب تصنيف الفندق انا النهاردة هنتكلم عن تقسيم الفندق والمعايير بتاع تقسيم الفندق اول حاجة عندي هتكلم عن الدرجات الدرجات بتاعتي اول درجة في الفندق درجة ممتازة يعني ايه درجة ممتازة؟ يعني ارقى انواع الفندق الموجودة عندي في العالم وطبعا دي فيها خدمات بتقدم بطريقة مميزة وبشكل كبير وبشكل مميز وطبعا الخدمات دي بتبقى فنادق تجارية في الاول وفي الاخر ايه بقى الفنادق دي طبعا الفنادق دي مختلفة من مكان لاخر بس مستوى الفندق بيختلف على حسب المكان اللي موجود فيه طبعا الدرجة الدرجة الممتازة دي مهمة قوي عندنا لان الدرجة الممتازة دي ما فيش فندق بياخدها الا اذا كان مرتقي في الخدمات بتاعته ومميز في الخدمات بتاعته واحنا قلنا ان هي في الاول وفي الاخر فنادق تجارية لان طبعا كل ما بترتقي بالخدمات كل ما بتتدفع فيها ايه مبالغ كبيرة كل ما بتقدم ايه خدمات مميزة كل ما بتاعته الفنادق بتاعتي بيبقى مبلغها عالي والخدمات بتاعتها مقدمة بسعر ايه عالي بعد كده فنادق الدرجة الاولى فنادق الدرجة الاولى دي هي فنادق راقية وبتقدم بتقدم افضل الخدمات الفندقية بشكل متكامل بس مش بنفس مستوى الخدمات المقدمة فين في الدرجة المنتزة بتبقى اقل شوية وبيبقى السعر بتاعها اقل شوية طبعا احنا قلنا الخدمات بتقدم على حسب ايه الفندق اما يكون عندي فندق عالي يبقى الخدمة عالية يبقى الدرجة بتاعتها عالية يبقى المادية بتاعتها عالية يعني الاقتصاد والاقتصاد ده دخل البلد والاقتصاد تبع الخدمة الايه الموجودة يبقى الفندق الدرجة الاولى ديت اقل تميز عن الفندق الايه الممتاز فندق الدرجة التانية وهي اقل من الدرجة الاولى شوية في الخدمات و في الاسعار هي مميزة اي نعم بس يعني الغرف بتاعتها مثلا الخدمات بتاعتها اقل شوية الاغذية والمشروبات اقل شوية الخدمات المقدمة في الفندق اللي العميل اقل شوية والسعر بتاعتها طبعا بيبقى منخفض فندق الدرجة التالتة وهي نوع من الفندق الشعبية شوية ومستوى الخدمات المقدمة فيها متواضع يعني فندق مثلا في وسط البلد فندق مثلا على الطرق السريعة يبقى فندق ايه متواضع في الخدمات بتاعته بعد كده هنعرف تصنيف الفنادق من حيثه الملكية ايه الفنادق من حيثه الملكية دي عندنا اول حاجة قطاع خاص يعني ايه قطاع خاص يعني بيشترك فيه عدة اشخاص او شخص واحد وبتكون عدد الغرف بتاعتها قليلة شوية والخدمات بتاعتها قليلة ورأس المال بتاعها اقل ومنتشرة في الاماكن والمدن الصغيرة دي ايه القطاع الخاص سلاسل الفنادق سلاسل الفنادق دي بيمتلكها مجموعة من رجال الاعمال بيبقى رأس المال بتاعها عالي شوي عالي قوي يعني سلاسل الفنادق دي بتبقى بيبقى فندق مثلا في مكان وحقق نجاح عالي قوي وبعدين بتنتشر في جميع انحاء العالم طبعا سلاسل الفنادق دي بنختور فيها العاملين بشكل مميز ليه لان الخدمات بتاعتها بتقدم بشكل مميز واسعارها بتبقى بشكل عالي شوي لان خدماتها مراقية زي ايه الاشهارها في العالم هيلتون والشيراتون وبعد الايه وبعد الفنادق الاخرى بس يعني المشهور اوي الهيلتون والشيراتون قطاع مختلط القطاع المختلط ده اللي هو ملكيته مشتركة ما بين دول والقطاع الخاص او ما بين دول وشركات اجنبية قطاع مختلط يعني مثلا شركة معينة عايزة تقدم خدمة للموظفين بتقوحها بتشترك مع الدولة طبعا هي شركة حكومية بتشترك بنسب من الشركة دي بتعمل بتعمل زي فندق للشركة بتاعتها دي او شركة خاصة بتدي لها نصيب ونصيب للدولة ان هي يعملوا حاجة فندقية للترفيه مثلا للعاملين اللي موجودين فيها او كذا او ما بين دولة وشركة اجنبية بيبقوا مثلا شركة اجنبية موجودة في البلد بتعمل تعاقد ما بين الدولة والشركة دي بيعملوا فندق خاص بالعملين اللي موجودين في قلب الفندق بعد كده الفنادق الحكومية وهي تمتلكها الحكومة يعني ايه تمتلكها الحكومة يعني زي الاستراحات بتاعت الوزرات والجيش والشرطة وال طبعا المدارس يعني النقابات بصفة عام النقابات الايه الحكومية بصفة عام الموقع بقى طبعا موقع الفندق بيختلف من مكان لاخر الموقع بتاعنا ممكن داخل البلد او خارج البلد او على الطرق السريعة او بجانب المطارات او ايا كان المكان اللي موجود فيه الفندق يبقى الموقع بتاعي بيختلف من مكان لاخر بيختلف طبعا الخدمات بتاعته من موقع الفندق نفسه عندنا بقى معايير كده وقواعد مهمة عشان نصنف الفندق ده صح نصنفه درجة ممتازة او درجة اولى او درجة تانية او درجة تالتة وهكذا ايه هي القواعد المهمة دي للتصنيف اول حاجة المبنى بتاعي المبنى بتاعي ده يعني شكله بقى مميز كده ومثلا لو فيه مكان مثلا بالقرب من مكان فرعوني او مكان اسري بيبقى شكله مميز مثلا المبنى بتاعي يعني الاشكال بتاع المباني كده بيبقى باين الصرف عليه اه لشكل المبنى المجهز من برا بيخليك تتوقع ايه اللي في المبنى من جوه يبقى المبنى ده مهم قوي ليه لان اه المباني اه بتقول لك ان التجهيز اللي جوه ده حلو او تجهيز مميز او تجهيز اه مثلا اه مش قد كده يبقى المبنى بتاعي بيدل على التجهيز اللي داخل المبنى بعد كده الموقع الموقع مهم قوي لدرجة الفندق الموقع بتاعي بيحدد نوع الفندق يعني لو عندي مثلا درجة ثالثة فندق درجة ثالثة هتلاقيه في وسط البلد لا هتلاقيه مضطرف مثلا او في شوارع ديئة او في مبنى ضعيف مثلا او في مبنى مش قد كده يبقى انا الموقع بتاعي مهم قوي للتصنيف بتاع الفندق الفندق لو درجة ممتازة هتلاقيه فين في مكان مميز على مثلا النهر النيل في موقع في وسط البلد مميز شكله مميز كده وكبير ومبنى بتاعه ضخم كده وشكله حلو بعد كده مساحة الغرفة مساحة الغرفة لو دخلنا فندق درجة اولى او درجة مميزة هنلاقي مساحة الغرفة بتاعتها زي الفندق اللي هو درجة تالتة اللي هو في شقة يعني فيها كذا قوضة والواحد بيقعد في قوضة واحدة القوضة دي زي القوضة دي لا مساحة القوضة بتاع الفندق المميز بتبقى كبيرة بيبقى مساحة المكان نفسه انت بتقدر يعني سهل الحركة المساحة بتاعتي بتبقى واسعة وكبيرة وبحيث ان العميل نفسه ياخد راحته في الغرفة مايبقاش بقى ايه السرير جنب الكرسي جنب الباب والدنيا ديقة كده لا بيبقى الغرفة واسعة قوي بحيث ان العميل ياخد راحته ويعمل اللي هو عايزه في الغرفة وطبعا كله على حسب ايه الفلوس اللي بتتدفع انت انت دلوقتي 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 دافع فلوس عشان ترتاح مش دافع فلوس عشان بقى مضيق على نفسي والغرفة تبقى ديقة والسرير يبقى صغير والكرسي يبقى يدوبك بمد رجلي بالعافية ماشي يبقى مساحة الغرفة بتدل على ايه على نوع الفندق نفسه الحمامات ودورات المياه طبعا الحمام اما تدخل غرفة خمس نجوم او ممتازة يعني مش زي الحمام اللي موجود فيه فندق ثلاث نجوم طبعا الحمام بتاع خمس نجوم الغرفة نفسها اصلا كبيرة وفيها الحمام بتاعها والحمام بتاعها كبير اساسا وفيها جميع التجهيزات اللي موجود فيها فين في الحمام عندك بيضات عندك جميع الادوات اللي انت بتستخدمها شاور ولوشن وكل حاجة انت بتستخدمه في الحمام مش زي ما بديبقى مثلا في غرفة ثلاث نجوم او اقتصادية في شقة صغيرة الحمام بيبقى ممكن مشترك ما بين كذا اوضع تمام يبقى الحمامات بتاعتي ودورات المياه بتاعتي بتبقى مختلفة وعلى حسب التصنيف بتاعي وتجهيزاتها كمان الصلاة العامة الصلاة العامة اللي موجودة فين في الفندق يعني ايه صلاة عامة يعني انا عايز اعمل اجتماع للفوق بتاعي طبعا مش هعمله في قط النوم بتاعتي مش هعمله في الغرفة بتاعتي بنزل بشوف فيه صالة اجتماعات او الصلاة العامة او مثلا البهو بتاع الفندق بعمل فيه الاجتماع بتاعي او بعمل فيه المؤتمر بتاعي مثلا المالها الليلي فيه كتير قوي لازم يسأله المكان ده موجود فيه مالها الليلي ولا لا يعني ايه مالها الليلي يعني انا بحتاج مكان اقضي فيه وقت ظريف بالليل مش طول النهار بشتغل ويادوبك عن نوم لأ انا عايز ارفع عن نفس شوية عايز مثلا يبقى فيه مالها الليلي كده ويبقى فيه ايه ممكن اصهر فيه شوية كتر فيه بعد كده صلاة حفلات مثلا ممكن يبقى فيه واحد بيعمل الحفلة بتاعته ويقضي فيه الفندق لتين او تلاتة يعني مايقضيش الليالي بتاعته ويجي يعمل الحفلة بتاعته ويعملها برا يبقى لازم المكان بتاعي مجهز بايه بصالة حفلات لإقامة الحفلة او إقامة مؤتمرات او هكذا صلاة الطعام طبعا صلاة الطعام موجودة فين موجودة في الفندق الكبيرة لان يعني يعتبر معظم الفنادق ما بيبقاش الاكل داخل الغرفة مفضل لان داخل الغرفة لو العميل كان داخل الغرفة بيبقى فيه بقايا اكل وممكن حشرات يبقى داخل الغرفة الفندق بيطلب من العميل ان هو ينزل ياكل ايه داخل ايه داخل صالة الطعام البار طبعا البار ممكن يبقى ملحق بالماله الليلة او ملحق بصالة الايه بصالة الطعام التليفونات فيه ناس كتير قوي بتبقى مهتم قوي موضوع التليفونات ده والفاكس والتليكس والحاجات دي لانهما رجال اعمال رجال اعمال مهم قوي ان انا ادخل الفندق عايز شغلي يتم هيتم ازاي وانا ما عنديش تليفون ممكن الموبايلات دلوقتي حاليا يعني نعم قبل كده ما كانش فيه موبايلات ومهم قوي موضوع التليكس والفاكس والتليفون داخل الفندق الكافتيريا الكافتيريا في عندي نوعين من انواع الكافتيريا نوع الكافتيريا للعاملين اللي موجودين داخل الفندق ونوع تاني الكافتيريا للعمال او اللي شغالين في الاقسام اللي موجودين داخل الفندق الكافتيريات الخاصة بالعمل بتبقى في صالة الطعام اكتر منها في الكافتيريا لان الكافتيريات دي بتبقى خاصة بالعملين داخل الفندق التلفزيون طبعا لازم الخمس نجوم يبقى او الفندق المميز او الممتاز بيبقى في تلفزيون في جمع القنوات او قنوات مخصصة بنوع الفندق ده يعني في فنادق بتخصص بعض القنوات المقدمة داخل الايه داخل الفندق والراديو بقى والموسيقى والتلاجات والحاجات دي موجودة فين داخل الايه داخل الفندق احنا عرفنا دلوقتي بعض المعايير اللي بتصنف عليها الايه الفندق ايه بقى الاشتراطات يعني ايه الشروط اللي بصنف عليها الفندق طبعا احنا احنا عندنا المعايير غير الشروط المعايير بقى خدناها الوقت وقلنا المعايير دي تعبار عن كذا وكذا الشروط بقى ايه هي الشروط داخل الفندق بتاعي عشان اقول اللي الفندق ده مميز او الفندق ده درجة تالتة او درجة تانية اول حاجة عندي اجادة اللغة على الاقل لغة وحدة مع اللغة العربية ليه انت دلوقتي في فندق وفي قسم الاستقبال وعندك مثلا عميل فرنسي وانت ما بتعرفش تتكلم فرنسي او ما عندكش لغة فرنسية ازاي انا اقابل العميل واعرف طلباته من غير ما يكون عندي لغات الفندق السياحية الكبيرة لازم الموجودين العاملين اللي موجودين عندي في الفندق كلهم في جميع الاقسام وبالذات الاشراف الداخلي لازم يبقى عنده لغة واتنين يعني نقول ايه لغة ماشي بس بتبقى ايه الشغل بتاعك محدود قوي مع ناس لأ انت شغلك مباشر مع العميل شغلك مباشر يبقى انت لازم عندك لغة لغة جيدة جدا في مثلا الفرنسية او بتشوف انت ايه هي الجروبات اللي زايدة عندي قوي من فرنسا او او امريكا او من اي دولة من الدول وبتعلم اللغة دي عشان اكسب ثقة العميل عشان اعرف ايه متطلبات ويعني اولا بشتغل مثلا بنظف غرفة او بقدم مثلا اكل داخل غرفة العميل والعميل كلمني وطلب طلب انا مش عارف ارد عليه لان انا مش عارف اللغة بتاعته يبقى انا اشوف ايه هي اللغة السائدة اللي موجودة عندي في الفندق او السائحين او العملة بيجوا اكتريتهم من انهي لغة واتعلمها اتعلم كذا لغة عشان يبقى عندي صار ولغوية اعرف اتفاهم مع العميل بيها عشان الاشراف الداخلي ده من الاقسام المهم قوي في التعامل مع العميل لو العميل عارف ان بتعامل كويس معي هيجيلي مرة واتنين وهيطلبني بالاسم وهيطلب الفندق ده بالاسم وهينزل عندي بعد كده الالتزام بالزي الرسمي الخاص بالفندق طبعا كل قسم بيبقى له ايه زي خاص به يعني المطبخ بيبقى له زي خاص بالمطبخ المطعم بيبقى له زي خاص بالمطعم الاشراف الداخلي بيبقى له زي خاص بالاشراف الداخلي وهكذا يبقى انا ما اكونش مثلا في الاشراف الداخلي واقول لأ اللبس بتاعي مش حلو انا هلبس ينفعش يبقى انا كل واحد في اي قسم لازم يلتزم بالزي بتاع القسم طبعا الاسعار بتاعتي لازم اعرفها للعميل قبل ما يبدأ في انه هو ينزل عندي طبعا بالغرف وايه اوضح له انواع الغرف اللي عندي وايه هي الاسعار بتاعتي والاسعار بتاعة مثلا واجبة الفطار كذا ولو كانت عندنا كذا واجبة بتبقى بكذا والغرفة اليوم بكذا يبقى انا بعرفه جميع الاسعار اللي موجودة فين عندي في الفندق التطهير والتطوير لجميع المرافق يعني ايه تطهير وتطوير طبعا الغرف والحمامات لازم التطهير يعني في الوقت اللي احنا فيه ده بالاخص لان احنا في وقت امراض يعني انا عندي وفد دخل في غرف الغرف دي بعد ما العامل يمشي منها لازم تتطهر كويس قوي في الظروف الحالية اللي احنا فيها والمرافق اللي موجودة في الفندق لازم بيبقى فيه تجهيز وتطهير لها عشان الناس اللي جاية بعد العميل اللي كان موجود لازم يبقى ايه؟ بيحس بالامان وعدم ايه؟ وعدم الاصابة بأي مرض مهمة بقى الاشراف الداخلي داخل الاقصان طبعا الاشراف الداخلي ده واجباته في داخل كل قص الواجبات بتاعته متشعبة يعني ممكن في المطعم ازاي في المطعم؟ الاشراف الداخلي فيه بيضات داخل المطعم الاشراف الداخلي مسؤول عن جميع الزي الرسمي بتاع الايه؟ بتاع العاملين اللي موجودين في الفندق كله الاشراف الداخلي هو بيمد الغرف بالبيضات بيمد المطعم بالبيضات وهكذا يبقى عندي القسم بتاع الاشراف الداخلي ده واجباته في كل قسم من الاقصان ومتشعب قوي يعني التعامل معاه بيبقى تعامل مباشر و يعني في كل قسم يقول ايه؟ الاشراف الداخلي هاتلي كذا هاتلي كذا من الاشراف الداخلي اعمل لي كذا من الاشراف الداخلي وطبعا بيوفر البيضات والمفروشات في جميع الايه؟ الاقصام وفي المكاتب بتاعت العاملين والازياء اللي موجودة بتاعت العاملين والديكورات وداخل المخسلة وفي كل مكان الاشراف الداخلي ده قسمة مهمة قوي في القسم في القسم العاملين بتوعه لازم يبقى متفهمين للشغل اللي هما شغالينه ما يقولش لا القسم بتاعي اقل قسم في الفندق لا ده انت اعلى قسم في الفندق ده انت كل الاقصام بتاعت الفندق بتتعامل معاك ما تقولش ابدا ان انت ايه؟ اقل قسم في الايه؟ في الفندق في عندنا مناطق اه خاصة بقسم الاشراف الداخلي ايه هي المناطق ديت؟ مناطق غرفة النزلاء طبعا النزلة اه انت قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن غرف النزلاء وتنظفها ومسؤول عنها في الاول وفي الاخر انت ملكش شغلة الا غرفة النزيل وطلبات النزيل بعد كده الممرات يعني انا مثلا عندي ممر في كذا غرفة انا اقول لا انا مليش دعوة بالغرف دي بالممر دي توليها دعوة بالغرف بس لا قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن الممر اللي موجود فيه الغرف دي حمامات السباحة حمامات السباحة مهمة اوي التطهير لها والنظافة بتاعتها قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن تطهير الحمامات وتغيير المية بتاعتها ونظافتها لان طبعا العميل اما بيجي ينزل الحمام ويلقيه مش نظيف او يجي له مرض مثلا هو نازل الحمام مرض معين لعدم تطهير الحمام ده من اللي بتسئل عنه قسم الايه الاشراف الداخلي المخازن المخزن بتاع الفندق بالزيد بتاع البيضات مسؤول عنه قسم الاشراف الداخلي المخزن جميع الاقسام بتاخد منه البيضات بتاعتها اللي هو الزي البيضات اللي خاصة بجميع الاقسام جميع البيضات اللي خاصة بالغرف وهكذا يبقى المخزن ده مهم قوي في قسم الايه الاشراف الداخلي غرفة البيضات والخياطة يعني ايه غرفة البيضات والخياطة اي حاجة في البيضات بتتخيط في غرفة البيضات دي يعني ايه انا مثلا عندي ملاية او عندي فوضة معينة او فوضة بدأت تستهلك وبدأت تتقطع من على الحرف باخد الحاجات اللي هي بدأت تستهلك دي وبوديها فين المخزن والمخزن هو اللي بيفرزها وبيوديها فين غرفة البيضات او الخياطة ممكن تتخيط اللي ممكن يتخيط فيها يتخيط واللي يستهلك بيستهلك في غرفة البيضات دي ليه عشان طبعا الحاجات دي مهمة قوي للعميل يعني اما انا ادخل غرفة ولاقي الفوطة مقطوعة من تحت او الفوطة فيها وابرة بدأت تتاكل وبتطلع لي وابرة على وشي ومش مهتمين بالبيضات بتاعت يبقى انا كده في قصور فين في المكان ده مناطق الفندق الخلفية اللي هو ايه فيها غرف ملابس الايه العاملين طبعا العاملين اللي موجودين دول بيبقى لهم غرفة بيبدلوا فيها الملابس و عشان بيلبسوا اليونيفورم بتاعهم او الزيار الرسمي بتاعهم بتاع الفندق يبقى في مكان معين انا بقى ايه بغير فيه او ببدل فيه اللبس بتاعي قاعة الاجتماعات طبعا المسؤول عنه قسم الاشراف الداخلي لان قاعة الاجتماعات ديت بيبقى فيها الناس دخلة ونص طلع وعايزة تتنظف وعايزة تتغير البيضات بتاعتها وهكذا يبقى المسؤول عنه فين قسم الاشراف الداخلي وقاعة الحفلات برضو مسؤول مسؤولية كاملة من الاشراف الداخلي عشان المفارش بتاعت الترابيزات اللي في قاعة الحفلات بغير البيضات باستمرار وهكذا يبقى انا مسؤول عن جميع المناطق ديت اللي موجودة فين في الفندق المحلات اللي موجودة فين في الفندق برضو المحلات ديت قسم الاشراف الداخلي بيبقى مسؤول عن نظافتها نظافة المحلات دي ليه لان المحلات ديت لو ما نظفتها بشكل مستمر بيبقى فيها حشرات بيبقى فيها قوارد وهكذا يبقى انا لازم منظف المحلات دي انه النادي الصحي فيه طبعا النوادي اللي العاب رياضية وهكذا بيبقى مسؤول عنها قسم الاشراف الداخلي وامدادها بالبيضات اللازمة لها غرفة الالعاب فيه الالعاب طبعا اللي هو النادي ملحق به غرفة لها الغرفة ديت اللاعبين او اللي بيقيموا باللعب في الغرف ديت بيبدلوا فيها الملابس والملابس ديت بيبقى اختصاص الاشراف الداخلي انه ممكن ياخدها يوديها المخسلة ويغيرها وهكذا وبيبقى فيها طبعا بيضات خاصة باللاعبين اللي موجودين فيها المساحات الخضراء اللي موجودة محيطة بالفندق دي برضو مسئولية الاشراف الداخلي والمداخل والمخارج بتاعة الفندق اهم اهم حاجة في مدخل الفندق البهو بهو الفندق ده لو العميل وهو داخل لقى الفندق ومش نضيف البهو بتاعه عمره ما هي مقمو لان احنا قلنا المدخل والشكل العام بتاع الفندق بيدي راحة كده للعميل بيبقى داخل كده حاسس انه هو داخل حاجة مميزة يبقى لازم التميز ده في كل حاجة في التميز بتاعي ده بيبقى في ايه في كل حاجة عشان الفندق بتاعي ياخد درجة ممتازة او درجة اولى ايه اللي بيحصل بيبقى لازم المناطق دي كلها بيبقى قسم الاشراف الداخلي منظفه تنظيف كامل وعلى اعلى مستوى ومستوى الخدمة بتبقى بداية دخول العميل ده طبعا من ضمن المناطق المسؤول عنها الاشراف الداخلي ونظفتها والعمل على الشكل الجزاب اللي موجود فيه اماكن انتظار السيارات برضو دي مهمة الاشراف الداخلي ان هو ينظف اماكن انتظار السيارات دي والشغل فيها بعد كده فيه لوائح وقوانين لادارة الاشراف الداخلي ايه هي اللوائح والقوانين دي يعني انا عندي ناس شغالين في قسم الاشراف الداخلي بقولهم على اللوائح والقوانين دي عشان يلتزموا بيها ايه هي اول حاجة عندنا المحافظة على المستوى العالي للنظافة انا عشان اخد درجة عالية في التصنيف بتاع الفندق بتاعي لازم الشغل بتاعي يبقى مستوى عالي اوي مستوى النظافة بتاعتي عالي اوي اه ماقولش مثلا لأ ده انا هشتغل كويس عشان اه هناخد بقى الدرجة وكده والتصنيف بتاعنا وبعد كده المستوى بتاعي والعالي لنظاف بتاعتي الابلاغ عن اي اصلاحات مطلوبة طبعا قسم الاشراف الداخلي بيدخل غرف النزلاء وهو اللي بيبقى في تعامل مباشر مع الايه مع العميل يقول له مثلا انا التكيف معطم الاشراف الداخلي بيقوم بالاتصال بالاصلاح ويقول له احنا عايزين نصلح في الحتة الفلانية او في الغرفة الفلانية التكيف في مثلا حنفية بيبلغ الاشراف الداخلي والاشراف الداخلي بيبلغ عن الاصلاحات تمام يبقى انا عندي الاشراف الداخلي هو اللي بيبلغ عن اي اصلاح موجود فين في الغرفة منع وازالة الاخطار ان انا مثلا اما اجي الاشراف الداخلي منظف البهو ومخليه زي الفل بس المشكلة ان في بعض المياه اللي موجودة في البهو يعني مسح وخلص ونظف بس في ميا في الارض ده ممكن يحصل ايه ممكن والعميل داخل يحصل يقع يبقى العميل كده اتضر من دخوله عندي الفندق يبقى انا لازم اي حاجة خطر بمنعها ان العميل يحصل له ايه الخطر ده مثلا في الغرفة في حاجة معينة معطلة في الحمام او معطلة في اي مكان العميل ممكن يحصل له مثلا ضرر منها بمنع الضرر ده قبل ما العميل يدخل الغرفة تمام كده بعد كده ممارسة الطرق الصحية عند اداء الاعمال يعني ايه انت دلوقتي وانت بتشتغل بتعمل ليه بتمسك الادوات بتاعتك والادوات المطهرة والجلافزات والمطهر والاية والكمامات وهكذا ده الطرق الصحية اصلا من قبل انتشار الامراض يعني الاشراف الداخلي بيعمل كده اصلا ليه لان الاشراف الداخلي التعامل بتاعه مع غرفة العميل بشكل مباشر يبقى انا ماينفعش المس الحاجة بتاعت العميل يبقى انا لازم فيه جلافزات فيه الكمامة فيه النظافة الشخصية فيه المواد التطهير وهكذا ماينفعش ان انا دخل العميل دخل الغرفة بتاعته ومثلا الحض مش نظيف الاعدا مش نظيفة وهكذا يبقى انا لازم انضف للعميل كل حاجة وازيل عنه ايه الاخطار المحافظة على المناطق العامة من حيث النظافة والجاذبية يعني العميل في اخر اليوم نازل في الملها الليلة او نازل يقعد في الجنينة بتاعت الفندق يلاقي الورق بقى مرمي والزبالة ولا لا يبقى انا حافظ على الجاذبية بتاعت المكان بتاعي يبقى انا حافظ على نظافة المكان بتاعي عشان العميل يجيلي تاني ما ينفعش العميل يشوف سبالك قدام ويشوف الحاجة واسخة وما ينفعش خلاص يبقى انا لازم قسم الاشراف الداخلي ده عليه عبء مهم قوي لتصنيف الفنادق والنهار عرفنا عرفنا ايه هي الشروط ديت وايه هي الاعتبارات ديت وعرفنا الاشراف الداخلي مهمته ايه في الفندق ان شاء الله الحلقة القادمة يكون لنا حلقة جديدة في الاشراف الداخلي بس اهم حاجة ان انتو تراجعوا وتذكروا الحاجات اللي احنا بنقول عليها ديت وبالتوفيق المستمرة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته